مصالح تركيا تتنامى على أكتاف الأزمة الليبية فبعد التدخلات السياسية والعسكرية تدخل أنقرة على خط التدخلات الاقتصادية خاصة بمجال الطاقة فوفقاً لصحف تركية نشطت ناقلات تركية تابعة لشركة كارو باورشيب تحمل محطات طاقة جاهزة للعمل خلال أسابيع قليلة قبالة السواحل الليبية المحطات التركية العائمة التي بدأت الشركة في بنائها قبل أن تتلقى طلبات بها قدرت قيمتها بنحو مليار دولار جميعها بانتظار توقيع عقود جديدة وفقاً للشركة التركية كما أن بناء المحطات العائمة التركية يتزامن مع مفاوضات تعقدها شركة كارو باورشيب من أجل إرسال عدد من ناقلاتها إلى الشواطئ الليبية كما تقول صحف تركية الشركة لم تعلق على أنباء المفاوضات لكنها عبرت عن استعدادها لإرسال محطات عائمة بدءاً من هذا الصيف وما يعزز أنباء المفاوضات التلك هو الزيارة التي شهدتها طرابلوس في الأسابيع الماضية بين وفد تركي يرأسه وزيراء الخارجية والمال والتي تمخض عنها رسم عدة سيناريوهات حول احتمال عقد صفقات مربحة بين تركيا وحكومة الوفاق لكن خبراء اقتصاديين يعزون التحركات التركية الأخيرة في ليبيا إلى أن الرغبة الأساسية لها هي تحقيق أطماع اقتصادية مستقبلية خاصة في عقود قطاعي الطاقة والنفط والأموال الليبية بل وتعويض خسائرها التي منيت بها بسبب الإضطرابات الأمنية التي شهدتها ليبيا قبل تسع سنوات روان حمزة الحدث